وكمان الحقيقة لازم اهني جماهير النادي الاهلي بالبداية الموفقة يمكن على الرغم من انه المطشين بتوع بطل النايجر الحرس الوطني يعتبروا بداية موسم جديد لكن انا قلت لحضراتكم ان انا باعتبر المطشين دول نهاية مرحلة اولى لمستر موسماني وانه بداية المرحلة التانية هتكون مع انطلاقة الدوري في المباراة لإسماعيل كلنا تابعنا المباراة وتقريبا تقريبا يعني كل جماهير النادي الاهلي سعيدة وراضية جدا بالأداء بداية خليني اقول انه واحدة من اهم مكاسب المباراة انه قمشة الاهلي الجديدة او الصفقات الجديدة او الاسماء الجديدة يعني اللي ظهرت في المباراة قدمت مردود اكتر من رأح يعني فرسي تو خسي لويس مكيسون احمد عبدالقادر عمار عمار عجبني جدا جدا كلهم عجبوني بصراحة بس يعني عمار على الرغم من انه خد وقت قليل شوية لكن جاي عمار جاي جدا جدا وعبدالقادر طبعا وبسيتاو اعتقد ظهرت من قدرتهم التهديفية الاثنين مسجلين ثلاثة اهداف من الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي جون عبدالقادر كمان صعب ان الاهلي في التوقيت ده كان بيلعب ناقص اللقطة دي طبعا بين عمار وبين علوله لانه عمار قال علي معلول قبل المطش انه هو هيسجل هيكون اول واحد يسجل الاهلي هيفتتح اهداف الاهلي وقد كان بالفعل عشان كده علي معلول راحل عمار بعد محط الجنع على طول خليني اقول اجمالا انه المباراة كانت مرضية يمكن كمان اللي زود شوية من من احساس الجمهور بالرضا هي انك انت بتلعب لإسماعيلي وان كنت انا شايف انه لإسماعيلي مش مقياس يعني مع كامل التقدير والاحترام طبعا لفرقة الدرويش بس ده اللي احنا اللعبنا ده شبح الدرويش شبح الاسماعيلي هذه الفرقة ما تدخلش ابدا في خانة منافسي الاهلي الاقواء انا في انتظار تصدم قوي في انتظار منافس قوي اقدر رئيس على اساسه امكانيات فرقتنا ولعبتنا اللي ما عنديش شك فيها انها تستطيع واحنا لسه في بداية المشوار خدوا بالكو الكيرف لسه ان شاء الله باذن الله هيعلى كتير وعشان الكيرف يعلى كتير محتاج شغل كتير مننا عشان الكيرف يوصل لاعلى مستوياته خد وقت خد مساحة الفرقة يزداد فيها الانسجام خد وقت يرتفع معدل لأقل بدنية خد وقت كل لعبت الاهلي تخش في فورما ويبقى فيه منافسة حقيقية انت لو بصيت على دكة الاهلي في المباراة دي دكة محترمة جدا انت عندك كان عندك من الحلول على دكة البودلاء خد عندك محمد شريف هداف الدوري كهرباء وإحسان الشحات مفنشين الموسم اللي فات ولا أحسن ولا أروع عندك كمان يخش في الحسابات ان شاء الله بإذن الله صلاح محسن بعد ما يكون جاهز وطهر محمد طهر فبالتالي حلول الاهلي السنادي غير وقدرين على التعامل مع أي مشكلات والمشكلات هتيجي وهتحصل الموسم السنادي هو أصعب موسم خضو النادي الأهلي في العشرة سنين الأخيرة أصعب حتى من الموسمين اللي احنا اتكلمنا عليهم السنتين اللي فاتوا وعلى الرغم من إنجازاتنا الكتير جدا والأرقام المحترمة اللي حققتها فرقة الكرة في الموسمين اللي فاتوا إلا أنه العقبات اللي وجهتنا واللي أثرت حتى على ضياع بعض الألقاب زي الدوري وزي السوبر هتواجهنا عقبات أصعب منها السيزن ده عشان كده لازم نكون جاهزين وعشان كده لازم نكون مركزين وعشان كده لازم يعني ما نضيعش أي فرصة وما نضيعش أي لحظة ممكن يكون فيها عوامل تأثر على مشوارنا في البطولات المختلفة تحكيم بقى إجهات بقى إيقافات بقى إصابات بقى كل ده لا يدخل فيه الاعتبار لابد أن يتاخد في الحزبان خطوة بخطوة في بداية المشوار